بسم الله الرحمن الرحيم طعا ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أهد على النار هدى فقال لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمعن لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفي ذا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واكتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصايا أتوكوا عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف تنغيدها سيرة الأولى وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى قال لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب اشرح لي صدري ويفسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رون أخش زد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قذفيه في الكابوت فاقذفيه في اليم فليلقذ اليم بالساح ليأخذه عدولي وعدولي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مذين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي ذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تمنيا في ذكر إذ هبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذل قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتغلى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما قال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال 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 فما قال القرون الأولى قال علم إن ربكما يا موسى قناك ما فيه إياه وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُغْلًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجِنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتِ شَكْتَ إِنَّا قُلُوا وَأَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعبا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضوحا فتعلا فلعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا عن الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوة قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر ذما ويذهبا بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفترى وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا روسى أسا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخينوا إليهم من سحر ذم أنها تسعى فأوجس في نفس ذي خيفة كموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي الساحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ونحن لكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكبرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلاى جنات عزن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وعلى قد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركهم وأتبعهم فلعون بجنودي فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونذرنا عليكم المن يا بني إسرائيل قد عزن تجري من طيبات ما رزقناكم قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقضوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن ثاب وآمن عامل صالحا ثم اهتذا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السامري فأرجع موسى إلى قوم ذي غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعذا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعد قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نذر عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفاصيت أمري قال يارون أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال يارون أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلفه وأنظر إلى إلهك الذي ضلق عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسف أنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 118. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشوا 119. نحن أعلم بما يقولون إن يقولوا أنسلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 110. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 111. فقل ينسفها ربي نسفا فيذوا قاعا صفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 112. يومئذ يتبعون داعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 113. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 114. يعلوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 115. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما 115. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أظما 116. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد 117. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 118. فتعالى الله الملك الحق 119. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 111. وقل رب زدني علما 112. وقل رب زدني علما 113. وقل رب زدني علما 114. فتعالى الله الملك الحق 114. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 115. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 115. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا 115. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 116. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى 117. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ولأدلك على شجرة الخلد وملك لا يرلى 118. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورط الجنة 119. وعصى آدم ربه فغوى 111. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا 112. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 111. فإن ما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى 112. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى 113. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 114. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 115. وكذلك اليوم تنسى 116. وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه 117. ولعذاب الآخرة أشذ وأبقى 118. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون 118. يمشون في مساكنهم 119. إن في ذلك لآيات لأولنها 119. ولولا كلمة سفقت من ربك لكان لذاما وأجل مسمى 110. فاصبر على ما يقولون 111. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبله بها 111. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبله بها ومن آناء الليل 112. فسبح وأطراف النار لعلك ترضى 111. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 112. ومنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 113. ورزق ربك خير وألقى 114. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك 114. والعاقبة للتقوى 115. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه 116. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى 117. قالوا أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 118. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 119. قل كل متربص فتربصوا 119. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 119. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 119. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى